السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيف أمير اليوم إن شاء الله سنقدم لكم وصفة بيتزا كاري يعني هذه الوصفة لم يكن يعرفها لكن اليوم سنقدمها لكم بالطريقة التاعية بعجينة مقرمشة وأيضا بمكونات اقتصادية إذا انتبعوا معي الفيديو حتى الآخر ولا يجبكم لا تنسوا تغطو على زر اللايك وأيضا تشتركوا في القناة اللي ما زال ما يشتركش وتبرتجوا هذا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي نبدأوا على بركة الله في المكونات وطريقة التحذير إذا نبدأ هنا في المرحلة الأولى أنا نحتاجوا كس تحليب دافي ندره في إيناء كما رأيكم تشوفوا ونضيفوا عليه ملعقة كبيرة خاملة على الخبز وأيضا ملعقة كبيرة على السكر كما نعرفوا دائما الخاملة على الخبز نضيفها السكر بستفاعل النملح وبعد نخلطوا هذا المزيج ونخلوه يريح جانبا ما بينما نحن نحضر المكونات الأخرين اللي نحتاجهم في الوصفة على نهار اليوم والمكونات كما كل عادة تلقاهم في صندوق الوصف يعني بلا ما تحيروا بلا ولو ضغطوا على العنوان يخرج لكم المكونات دروا أن نذهب إلى المحلة الثانية اللي نحضره فيها المواد الجافة هنا نضيف كاس تأسمية الرطب يعني سمية الرقيق نضيف عليه مغرفة صغيرة على ملح وأيضا الكمية على الفاريناء أنا هنا نضيف كاس تأسمية الكاس تأم والد اللي رفد 220 مليلتر هنا نضيف خمس مغرفة وما يعادل كاس واحد ثم نضيف لهم مغرفة صغيرة الخاميرات على الحلويات هنا نضيف السميدة سيعطينا هذه القرمشة للعجينة للبيتزا ونخلطها من أحد المكونات الجافة ثم نضيف لهم هذه الخلطة التي حضرناها من قبل الخاميرة والحليب والسكر ثم نضيف الزيت ثم نضيف الزيت أنا استعملت زيت عادي كينا أيضا يستعملوا زيت زيتون هنا استعملت حوالي ربعة مغرفة على الزيت كما قلت لكم كل عادة المكونات تلقاه في صندوق الوصف ثم نضيف هذا المزيج تعيلي حضرناه ونضيف له الفاريناء إذا يحتاج الأمر هنا كما رأيكم ترون عجينة عيما زالت جارية نضيف ملعقة ونضيف لها الفاريناء تدريجيا حتى تحصلوا على عجينة تكون متماسكة وضرية هنا استعملت الملعقة لكي نعطيكم المكونات بطريقة مضبوطة كما رأيت ضفت حوالي خمس مغرفة فاريناء يعني كل واحد والحساب النوعية فاريناء المتوفرة عندها في المنزل يعني ننصحكم تضيفوا بالتدريج يعني بالملعقة وتخلطوا حتى تحصلوا على عجينة تكون متماسكة وضرية يعني لا تكون نشفة بثا إذا هذه العجينة التي حصلت عليها في الأخير كما رأيكم ترون سوف نزيد نعجنها كما نعرف السميد الرقيق يجب أن نعجنه حوالي خمس دقائق لكي لا يكمل الفاريناء يعني الفاريناء نضيفها ونعجنها بثا لكن السميد يحتاج لكي نعجنه إذن هنا نبقى نعجن فيه ونبعد فضل المرحلة نضيف ملعقة صغيرة على الخل الخل هنا سوف يلعب دورة على المحسن يعني سوف نعاونها لكي نعجنها مليحة وتخمرنا نملح دائما نقولكم نكمل الفيديو حتى الأخير لأنه في وصل الفيديو ننجم نعطيكم الناس كما ننجم نضيف مكونات إضافية يعني أنتم لم ترونها في بداية الفيديو لذلك ننسحكم لكي تجربوا وصفة من الوصفة التابعي اتبعوا الفيديو حتى الأخير وليس بعد أن تقول لي لكي لا تنسى هذه الوصفة لأنه أنا كما نعطيكم المقادير مضبوطين وأيضا أني سهل عليكم في الخدمة كما قلت لكم هنا نكمل من عجن العجينة لدينا بهذه الطريقة حتى تحصلوا على هذه العجينة كما ترون يعني هي متماسكة وضرية هنا نحن نضيف الإناء نضيف كمية العجينة وأيضا نضيف هذا الإناء ونضيف فيها العجينة ونضيف حتى حال فوقاني لكيس بلاستيكي لا تنسى العجينة في الكيس كما رأيكم ترون هنا بهذه الطريقة إذا نغطيها ملاح ونجعلها تخمر لمدة 45 دقيقة حتى الساعة لا تنسى تخمر نحضر سلسلة طماطم في مقالات نضيف كمية العجينة ثم نضيف البصل أنا هنا استعملت زج حبة البصل تنسى تقطعه كما أنا قطعته بهذه الطريقة كما رأيكم ترونه أو أيضا لا يحب الشكل البصل في البيتزا ينضيف أيضا نجعله يتقل حتى يتقل نضيف المكونات إذا ثم نضيف نضيف زج حبة الطماطم التي كانت هنا في الآلة كما تنضيف أيضا ثم نضيف ثم نضيف طماطم كثير كما رأيكم في هذه الطريقة يعني نضيف طماطم في البيتزا كما أنا أعرف لا يستعمل فيها سلسلة طماطم سلسلة طماطم سهلة مكونات بسيطة استعملنا فيها 4 طماطم حجم متوسط وأيضا زوج بصلات لأنني سنضيف زوج السود سنضيف المزيج هذا نجد على نار هادئة حتى يكون ملح ثم نضيف ثم نضيف ملح الملح في المرحلة الأولى نضيف يعني الملح كل واحد ونضيف ثم نضيف كما رأيكم نضيف كما رأيكم نضيف كما رأيكم مقطع كما رأيكم نبدأ ونضيف بعد الساعة كما رأيكم هادئة نلتقل الزوج نضيف بالطريقة بما نضيف ونضيف على جهه ونقسم الزوج 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 متساويين نضيف النصف الأول ونبدأ نحتاج في الزوج الزوج كما رأيكم هنا الملح نضيف الزوج مستعد لأن السنية سيكون الشكل مستطيل وبعد ذلك نحكم ورقة الطهي ونقوم بفق هذه العجينة ونحلها على حساب الغياسات في الطول وفي العرض ورقة الطهي مهمة في المرحلة لأن الحاجة الأولى لا نحتاجه لكي ندهن السنية بالزيد لكي نضيفها العجينة ورقة الطهي لكي ندهن السنية بلا أن نستعمل أي كمية العجينة على سطح العمل وعندما حلنا العجينة لدينا رقيقة كما تعلمون كما تعلمون البيتزا يجب أن نقوم بها لكي تكون مقرمشة وعندما تنفخناها في الفرن لأن هنا نستعمل كمية مليحة خاميرات على الخبز و الحلوية نذهب على هذه الأطراف وعندما نضعها في السنية لكي نضيفها ونضيفها في السنية يعني طريقة سهلة وها سهلة لكم الخدمة لذلك أقول لكم من الأفضل تستعملوا ورقة الطهي وعندما حلنا العجينة المليحة وعندما نضيفها وعندما نضيفها نضيفها ونضيفها ونضيفها بطريقة متساوية فوق العجينة ونضيفها وضعنا إلى خدمة السنة ونضيفها 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 من الأفضل يساولون لأن الزيت الأسود كانت متوفر لكم لأسف لا يوجد زيت الأسود و زيت أخضر ثم ندخل البيتزة الطيب في الفرن تكون صحرات عالية جدا حتى تحمر لكم من الملح تكون طيبة كما رأيكم تشاهدون هنا هذه البيتزة طيبة سوف نضيفها كمية مع دمس ملفوق يعني كما نعرف البيتزة كاري لا يوجد فيها أي إضافة تعجب لحوم يعني البيتزة اقتصادية 100% وبعد ما أكملنا موقعينا غير نقطع البيتزة ونقدموها وشهية طيبة إذن هذه الوصفة عنها اليوم إن شاء الله تكون ناتي إعجابكم كما قلت لكم إذا أعجبكم الفيديو عنها اليوم لا تنسوا وستخلونا جامل الفيديو على بالي بليكين بزاف منكم ما نشوفوا الفيديو بلا ما يخلوه جامل لذلك هذك الجاملين ستشجعني أكثر باش نمدلكم وصفات كما هادو يعني رائعة بطريقة سهلة اقتصادية إذن موقع ليغين بكم تقع على خير نتلقى في وصفة جديدة إن شاء الله إلى اللقاء